بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس السادس والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قلنا في الحلقة السابقة أو في آخرها على قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب في أن علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى فمن ادعى علم الغيب فهو كافر كالكهان والمنجمين والسحرة الذين يدعون علم المغيبات في المستقبل هذا كفر بالله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ما يشعرون أيان يبعثون وهذه عقيدة يجب على المسلم أن يعرفها أنه لا يصدق الكهان والمنجمين والسحرة قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما فيجب الحذر من المشعوذين والدجالين والسحرة وأن لا نذهب إليهم ونسألهم عن المفقودات أو نتعالج عندهم فإنهم يسلبون الإيمان من المؤمن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويوخذ من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى قد يطلع بعض رسله أو يطلع رسله على شيء من الغيب معجزة لهم قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من يرتوى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا وهنا يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فقد يطلع رسله على شيء من الغيب معجزة لهم وبرهانا على صدقهم ويوخذ من هذه الآيات أن النبوة اصطفاء واختيار وليست اكتسابا النبوة اصطفاء ولهذا قال ولكن الله يجتبي أن يختار من رسله من يشاء وقال جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالرسالة والنبوة إنما هي اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى وليست اكتسابا يكتسبه العبد بأعماله أو بأخلاقه كما يظنه المتفالسفة ويأخذ من هذه الآيات وجوب الإيمان بالله وهذا كما سبق يتضمن الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى بوحدانيته في الربوبية ووحدانيته في الألوهية ووحدانيته في الأسماء والصفات فالله سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد في خلق السماوات والأرض والتصرف في الكون ولا يجوز أن يشرك معه في عبادته سبحانه وتعالى ولا يشابهه أحد في أسمائه وصفاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويأخذ من هذه الآيات الإيمان بجميع الرسل قوله تعالى فآمنوا بالله ورسله فيجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم فمن كفر بواحد من الرسل فهو كافر بالجميع قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فلابد من الإيمان بجميع الرسل من سمى الله لنا منهم ومن لم يسمي نؤمن بهم جميعا ولا نفرق بين أحد منهم ولكن الإيمان بالرسل السابقين إيمان مجمل وأما الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو إيمان مفصل ويوخذ من هذه الآيات فضل الإيمان بالله ورسله ذلك لقوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم يعني إذا آمنتم بالله واتقيتموه وآمنتم بالرسل فلكم أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم لا يعلم عظمه إلا الله ودلت الآية بمفهومها على أن من لم يؤمن بالله ورسله أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعض أو آمن بالله بعض الإيمان وكفر بالله عز وجل في شيء آخر أنه كافر وأن له العذاب العظيم كالذي مثلا كالذي يؤمن بتوحيد الربوبية ولا يؤمن بتوحيد الألوهية فيعبد مع الله غيره مع أنه يعترف أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله ولكن يعبد مع الله غيره فيستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله فهذا لم يؤمن بالله عز وجل وكذلك لو آمن بالله وآمن بعبادة الله ولم يشرك بالله لكنه ينفي أسماء الله وصفاته أو يحرفها فهذا لم يؤمن بالله عز وجل لأن الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وكذلك الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي أن الإنسان يشهد أنه رسول الله ولكن لا بد من أن يشهد أنه رسول الله وأن يتبعه فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هو التصديق برسالته طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرح قوله تعالى فآمنوا بالله ورسله هذا هو مضمون الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فشهادة لا إله إلا الله تعني الإيمان بالله عز وجل وشهادة أن محمد رسول الله تعني الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه والتقيد بما شرعه فلا يعبد بالبدع تعبد لله بالبدع التي لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فيجب أن نعرف ما معنى الإيمان بالله والرسول ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين فخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أليس كل من تلفظ بالإيمان أو تلفظ بالشهادتين يكون مؤمنا حتى يحقق ذلك بقوله وعمله وأفعاله نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين بالإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح والتوهيق لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين